تتأهب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للبدء في تعبئة خط الأنابيب والتشغيل التجريبي لمحطة الضخ الرئيسية في مشروعها الجديد نظام نقل مياه الطائف توروبا رانيا الخرمة الذي يعد واحدا من مشاريعها الاستراتيجية المواكبة لبرنامج التحول الوطني والرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الأمن المائي والاستفادة المستدامة من الموارد المائية وتم الانتهاء من أعمال توصيل وتدشير التيار الكربائي في محطة الضخ الأولى وذلك لتشغيل المضخات الرئيسية لنقل المياه للمناطق والمحافظات والمراكز والقرى المستفيدة في الطائف والباحة